قالت تيسنكروب الألمانية الناس تشرع في إعادة هيكلة الشركة مع إطلاق طرح عام أولي لأسهم وحدة المصاعد التابعة لها والتي تعد أكثر قطاعتها نجاحاً بعد أن رفض المشرعون في المفعوضية الأوروبية خطة تقسيم وحدة الحديد والصلب في تيسنكروب إلى قسمين وقال جيدو كيرهوف الرئيس التنفيذي لتيسنكروب إن الشركة قررت إعادة النظر في استراتيجيتها الحالية والإعلان عن استراتيجية جديدة ومنقحة وأضف أن شركته ستدخل في شركات جديدة لتطوير مشروعاتها بشكل أفضل وحاولت تيسنكروب دمج وحدة الصلب التابعة لها مع العمليات الأوروبية لشركة تاتا ستيل الهندية للصلب وتقسيم باقي الشركة الألمانية العملاقة إلى قسمين في محاولة لرفع قيمة مشروعاتها الصناعية موسيقى موسيقى